نروح مع حضراتكم لهوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا اللي وقع اختياره على بيرسي تاو طبعا نجم النادي الأهلي عشان يضموا لقايمة المنتخب جنوب أفريقيا استعدادا لمباراتين مهمين جدا لفريق البافانا بافانا في تصفيات كاس العالم الفرقة أو جنوب أفريقيا هتواجه في مباراتين متتالياتين زي مصر ما هتلعب كده مع عنجولة والجابون جنوب أفريقيا هتواجه زينبابوي وغانا والمباراتين دول في إطار طبعا الجولة الخمسة والستة في تصفيات المؤهلة لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين طبعا بيرسي تاو يمكن تقلق بشكل لفت للنظر في أول ظهور لي مع نادي الأهلي بمبارات الإسماعيلي وكان الحقيقة واحد من الصفقات اللي لفتت نظر جماهير النادي الأهلي طبعا كل الصفقات أنا أعتقد الصفقات الأهلي الموسم ده كلها هيكون لها دور واضح جدا مع الفريق في مختلف المراكز أو مختلف الأماكن اللي دعم النادي الأهلي بها صفوق فرقته وطبعا حتى المنافسة اللي كانت بينه كنت لسه بتكلم عليها قبل الفاصل بينه وبين حمدي فتحي على جائزة أفضل لعب في اختيارات جمهور النادي الأهلي يمكن اللي حسمها لصالح برسيتاو الهدفين اللي سجلهم في مبارات الإسماعيلي اللي دول يمكن نترجحوا كفته بشكل كبير